بيبدأ المسلسل مع رائدة فضاء اسمها رايان وهي بتستعد رحلتها الأولى على المكوك الفضائي اللي هيلف حولين الأمر وبتودع رايان أسرتها المكونة من كارتر زوجها وأولادهم المراهقين أليكس وهايلي وبتطمن هايلي والدتها أنها تاخد بلها من أليكس أخوها لحد ما هي ترجع وبعدها بتتصور العيلة صورة جمعية وبتودعهم الأم وبتمشي وفي وقت انطلاق المكوك الفضائي بتكون أسرة رايان متجمعين مع صحابهم قدام التلفزيون وبيتفرجوا على البث المباشر اللي بيصور الحدث من أوله وبمجرد ما بينطلق المكوك الفضائي من مكانه بيحصل حاجة مش متوقعة وهي أن المكوك بينفجر وراين بتموت وبتنهر أسرتها ويشايفة منظر الانفجار وبيحزنوا عليها وبعد 8 شهور بتكون هايلي قدرت تتجاوز اللي حصل وفي يوم بتكون قاعدة في قضيتها مع صحابها مير وقوين وفي الوقت ده بيكون أليكس مقضي معظم وقت في التدريب على كرة اليد عشان عايز ينضم المدرسة كبيرة اسمها جرينهاوس وده الإنام متخصصة في إعداد القادة المؤثرين في العالم وكمان راين والدتهم كانت فيها وبالغلط بتتخبط الكرة اللي في إيده في جاز الموسيقى الخاص بهايلي وأثناء ما هما بيتخنقوا بيكون كارتر والدهم شايف كل اللي بيحصل لكنه مش بيعمل أي حاجة وبيبننه لحد دلوقتي متأثر بوفاة راين لدرجة أنه بيكون عصبي جدا وبيزعق في أولاده وبعدها بيسيبهم ويمشي وتاني يوم بيستعد أليكس عشان اختبارات مدرسة جرينهاوس لكن بيداق لما بيعرف أن كارتر والده لسه مجهزش عشان يوصله وبتلاحظ هايلي أن والدهم سكرانه ونمش هيقدر يسوق في الحالة دي فبتقرر أنها توصل أخوها بنفسها عشان تصالحه بعد اللي حصل ما بينه من بارح وفي مدرسة جرينهاوس بنشوف شاب اسمه دانيال واللي بيكون قائد فريق كورت السلة الموجود في المدرسة وهو وايف مع بار كارزيميلو اللي قدر يسرق أسئلة الاختبار من الجهاز الرئيسي في المدرسة وبيكونوا عاملين كل ده عشان يدوا الأسئلة لشاب اسمه تايلر عشان يقدر ينجح في الاختبار وبعدها يضموا الفريقهم اللي بيكون ناقص لها بواحد بس وبعدها بشوية بيوصل أليكس على المدرسة وبيتصدم من عدد طلاب اللي جايين يقدموا على الاختبارات وبعدها بيلمح دانيال هو وايف بعيد فبيجري عشان يسلم عليه وبيقول أليكس أنه متابع كل مبارياتهم كبرة فخر بتتحدى دانيال وبتتهمه أنه خاف من أخوها لحسن يكون شطر فعلا ويقدر ياخد مكانه في وقت قليل فبيتحك دانيال على كلامها ومش بيرد عليها وبيعد الطلبة على مجموعة اختبارات وواحد منهم بيكون عبارة عن امتحان تحريري لمدة 45 دقيقة وبتقول المشرفة أن بعد الامتحان ده هيتم اختيار المقبولين وبعدها يخضعوا الاختبار بدني إلزامي عشان حد واحد بس ينضم الفريق إيجلز الرياضي أما البقين فهينضموا الفريق ريفنز المسؤول عن الإلكترونيات وعشان يزودوا صعوبة الامتحان بيستعينوا بواحد من طلاب المدرسة سمولاي واللي بيكون قائد فريق ريفنز عشان يعزف للطلبة أثناء الامتحان ويشوشر عليهم أكتر وأثناء من المشرفة بتشرح قواعد الامتحان بيدخل ظابطه مع طالبه اسمها جاكي واللي بتكون مربوطة بكلب شات وبيسيب عشان تمتحن مع زميلها وبيخرج وبعد وقت قليل من بداية الامتحان بيغش تيلور من الإجابات اللي معاه وبيسلم الورقة وبيمشي لكن المفاجأ أنه بيجيب درجة وحشة جدا على العكس المتوقع وفي الوقت ده بيكون لويس مدير المدرسة بيتمشى في المكان مع جيسون ابنه عشان يتأكد أن كل حاجة ماشية كويس وبيقوله أن جاكي كانت متربية في ملجأ وفجأة البنك اللي بيمول الملجأ بتاعها أعلن أنه هيقفل الملجأ بسبب الديون اللي عليه ولأن جاكي كانت متأكدة أنهم نصطبين وقررت تقتحم البنك عشان تتأكد بنفسها وعشان كده تقبض عليها وعلى وشك أنها تتسجن ولكن لويس مدير المدرسة أعجب بدماغها وبعد نقاشات كتير قدر يوصل الاتفاق مع الشرطة وهو أنها لو قدرت تكتزل اختباراته تنضم للمدرسة يفرجوا عنها وبعدها بشوية بيسلم واحد من الطلب اسمه ماكس الامتحان بتاعه وبيكون ماكس شاب طوائي جدا لكنه شاطر في مجالات كتير زي الكمبيوتر والتاريخ وأي حاجة محتاجة حفظ وبيظهر للمدرسة أنه نجح في الاختبار لكنها مش بتقوله عن نتيجة عشان مش مسموح لحد من الطلبة يعرفها دلوقتي وبعدها بكم ساعة بيعلنوا أسام الطلبة اللي ينجحوا في الامتحان واللي بيكون منهم أليكس وماكس وبييجي وقت الاختبار البدني عشان يختاروا الطالب اللي هينضم بالفريق إيجلز الرياضي وبيكون لويس وابنه جيسن قاعدين يتفرجوا على المدرب وبيمتحن الطلبة وبيعرف دانيال من صديقه باركر أن تيلورس سقت في الامتحان بالرغم من أن الإجابات كلها كانت معاه وفي الوقت ده بيغضع أليكس لاختبار كورت اليد وبيباني أن لويس والمدرب معجبين بمستوى جدا وهيقبلوه على عكس دانيال اللي بيكون مش حبه ومش عايزه معاه في الفريق ما ما حصل عشان كده بيقرر دانيال أنه يتدخل وبيستأذن من المدرب أنه يسيبه وينزل يلعب مع أليكس عشان يتأكد بنفسه إذا كان أليكس شاطر فعلا ولا لا لكن الحقيقة أن دانيال بيكون عامل كده عشان يستفز أليكس ويخسره وبيفضل يجيب سلة والدته رايان ويفكره بيها فبيتعصب أليكس وبيتخانق معاه والنتيجة لسلوك أليكس العدواني بيتم رفضه وبيترده من المدرسة فبتجري هاي لأخته عشان تتخانق مع لويس وبتتهمه النصاب وإن هو اللي بعت دانيال عشان يستفز أخوها وبالتالي يكون عندهم سبب منطق الرفضه وبعدها بتسيبه وبتروح تواسي أليكس أخوها وأثناء ما هما وقفين يتكلمه بيتفاجئوا بلويس داخل عليهم وبيقولوا أنه غير رأيه وإيه بالأليكس معهم في المدرسة وكمان بيعرض على هايلي أنها تنضم ليهم وده لأنه أعجب بجرئتها وكمان عايز يثبت لها أنه مش نصابين ولا حاجة وبالرغم من رفض هايلي للفكرة لأن المدرسة أصلاً مش عاجبها لكن في نهاية بتوافق أنها تجرب شهر واحد بس تكون معيهم وكل ده عشان تكون جنب أخوها الصغير وتقدر تاخد بالها منه وبيقول لويس أنها لازم تكتاز لامتحان التحرير الأول ولو نجحت وقتها تنضم الفريق ريفنز أما أليكس فهينضم الفريق إيجلز الرياضي وبييجي وقت الامتحان التحريري وفعلاً بتكتازه هايلي بمنتهى السهولة بسبب زكاءها وبيقول ليه أنهم غيروا ترتيب الأسئلة على آخر لحظة بعد ما عرفوا اللي حصل وبيباني أن في بينهم عدوة قوية وأنهم طول الوقت بيتخانقوا وبعدها بيجي وقت الترحيب بالطلاب الجدد وبيقول لويس أن المدرسة دي متخصصة في إعداد القوضة وأنها خرجت مشاهير كتير في مجالات مختلفة وبيتوزع على كل طالب جهاز مخصص فقط لطلبة المدرسة وبيكون من تصميم لويس نفسه وعشان كده بيسموه جهاز لويس وبالليل بتفضل هايلي تتصل بوالدها عشان تبلغوا اللي حصل لكنه كالعادة بيكون نايم هو سكرون وفي الوقت ده بيكون أليكس قعد مع صحابه في المقر المخصص لفرقة إيجلز وفجأة بتوصلوا رسالة من هايلي أخته واللي بتكون عايزة تطمن عليه فبيشوف زميله الرسالة وبيسخروا منه ومن معاملة هايلي ليه كأنه طفل فبتروح واحدة اسمها صوفي عشان تصالحه وبتارد علينا تصوره كم صورة وتنزلهم على المدونة بتاعتها فبيوافق أليكس وبيسيبها تصوره وبعدها بتروح هايلي عشان تطمن على أخوها وده لأنها بعثت له رسال كتير لكنه ما ردش لكن بروك اللي بتكون بنت لويس مدير المدرسة وفي نفس الوقت طالبة ديبن فريل إيجلز بترفض تدخلها وبتقول إن مش مسموح لطلاب الريفنز يدخل عندهم وفي نص الليل وأثناء ما كارتر نايم على الكنبة في بيته بيدخل شخص غريب للبيت وبيروح عند اللابتوب وبيمسح صور وملفات من عليه وبمجرد ما بيخرج من البيت بيسحى كارتر من نوم وبيتخض لما بيشوف اللابتوب شغال ولأن كارتر كان زابط في المباحث الفيدرالية ولكن تم رفضه من فترة بسبب تأثيره في الشغل من وقت موت زوجته فبيقرر يستدعي إيريك صديقه من المباحث الفيدرالية عشان يفاتش البيت ويتأكد إذا كان في حد دخل ولا لا وتاني يوم بيتكلم دانيال مع باركر صديقه وبيقول إن أليكس شاب عصبي وإنهم عايزين يستغلوا ده لصالحهم عشان يرفضوا من المدرسة في أسرع وق وبعدها بيجهز الفريقين عشان يبدأوا التحدي الأول ليهم وبيشرح ليه لفريقه إن التحدي ده مهم جدا وبيكون نفسه جدا إنهم يفوزوا وده لإن بقالهم كذا سنة بيخساروا وبيبدأ التحدي وبيقول لويس إن التحدي السنة دي عبارة عن لغز والفريق اللي هيحله هيوصل للمفتاح الأول هو الفايز وبتقول للفزورة إن المفتاح موجود على بعض عشر خطوات من الشاطئ وبيطلب منهم يفكروا برسندوق فبيجري كل الطلبة عند الشاطئ اللي قدام المدرسة أما هايلي فبتاخد ليه وقائد الفريق بتاعها وبتروح عند لوحة الشاطئ الموجودة في نص المدرسة وبتستنتج إن المفتاح موجود هنا وفعلا بتقدر تلاقي المفتاح على بعض عشر خطوات من اللوحة لكن الغريبة إنها بتقرر تدي لأخوها عشان يقنع فريقه إن هو للاقيه ويبدأوا يثقوا فيه ويحبوه لكن أليكس بيرفض وبيمشي وبيسيبها في الوقت ده بتكون صوفي شايفاهم وبتصور اللي بيحصل وبسبب زكاء هايلي بيفوس فريقها في التحدي وبيباني إن ليه ومنبهر بزكاءها أما كارتر فبيستدعي إيريك صديقه من المباحث الفيدرالي عشان يفتش البيت ويشوف إذا كان في حد دخل مبارح ولا لا لكن إيريك مش بيلاقي أي أثار اقتحام وعشان كده بينصح كارتر إنه يرجع يركز في حياته وكفايا اللي خسره لحد كده وبينصحه ياخد باله من آخر حاجة بقياله واللي هي ولاده الاتنين وبعد المسابقة بتحكي صوفي الفريق عن اللي شافته وبيتخنقوا كلهم مع أليكس وبيتهموا بالخيانة وإنه بيحبوا اخته أكتر من الفريق بتاعه فبيدفع أليكس عن نفسه وبيقول إن هايلي هي اللي لقيت المفتاح وهي الأحق بيه لكنهم مش بيقتنعوا وبيكرهوا أكتر وأثناء احتفال فريق ريفنز بفوزهم بيوقع ماكس من المشروب بتاعه على شنطة جاكي بالغلط فبيخافوا بيجريوا في بعيد قبل ما حد يشوفوا وبعدها بشوية بتشوف جاكي اللي حصل في شنطتها وبتفضل تزعق وبتكتشف إن الدفتر بتاعه باز فبترميه في الزبالة ومتعصبة وبمجرد ما بتمشي بياخد ماكس الدفتر من الزبالة وبيجري على قطة الكمبيوتر وهناك بيقدر نينسح كل الورق ويتبعه في دفتر جديد شبه القديم بالظبط وفي الوقت ده بيروح كاهل اللي اقتحم بيت كارتر عشان يقابل واحد اسمها جودي وبيطمنها إنه مسح كل الرسالة والملفات اللي كانت ما بينها وما بين رايان من على الجهاز وبالليل بيخلص فريق إيجلز تمرينهم وبمجرد ما بيرجع قدتهم بيتفاجئ دانيا لإن والدته اللي بتكون هي نفسها جودي موجودة هناك ومستنياه وبتتخضي جودي لما بتعرف إن ولاد رايان اللي اتنين انضموا للمدرسة فبتجري تتخاني مع جيسون عميد المدرسة واللي بيكونوا كمان رافض وجودهم لكن ما قدرش يقنع والده وبيباني إن جودي وجيسون مخبين سر كبير وعشان كده بيقرروا يطفشوا هايلي وقالكس من المدرسة قبل ما يعرفوا السر ده وتاني يوم بعد التمرين بيجري دانيا على غرفة تبديل الملابس وبيباني إنه مصاب في رجله إصابة خطيرة ومع ذلك مش بيقول لحد وبيكتفي بس بإنه ياخد من المسكن اللي معه في الدولاب وبعدها بيقفل الدولاب وقبل ما يمشي بتيجي بروك حبيبته عشان تطمن عليه بعد ما لاحظت أثار التعب على وشه فبيطمنها دانيا لأنه كويس وبيرجع يكمل تمارينه وبيجي وقت الفطار وبيستغل ماكس فرصة من شغال الطلبة وبيحط الدفتر الجديد لجاكي في شنطتها وبعدها بشوية بتلاحظ جاكي وجود الدفتر وبتستغرب إيه اللي جابه هنا وإزاي رجع كإنه جديد وبتنادي هايلي على أخوها أليكس عشان تسلم عليه لكنه بيبقى متضايق إنها سببت له مشكلة يوم المسابقة ومش بيرد عليها فبيتدخل ليه وبيقناعها تدي له مساحة وتبطل تخاف عليه لو عايزها تصلح علاقتهم وفي المبحث الفيدرالية بيروح المدير عند إيركو بيقول إن فيه حارس غابة مفقود وإن شارحت التتبع الخاصة بالصعق الكهرابي بتاعه بتبين إن الصعق ده موجود حالياً بالقرب من مدرسة جرينهاوس وبيقول المدير إن ولاد كارتر الاتنين اتقابلوا في المدرسة دي وعشان كده بيدي المهمة لإيرك عشان يروح يحقق إيناك وبالمرة يتطمن على ولاد صديقه كارتر وبتستنتج جاكي إن ماكس هو اللي صلح الدفتر فبتقطحم غرفة الحواسيب وبتسأله عمل كيه إزاي وبيبان إنها خايفة من حاجة وعشان كده بتصر إنها تمسح صور الدفتر إنها سخة ماكس على الجهاز عشان يقدر يتبعها وبمجرد ما بتمسح الصور بتتطمن وبترجع لقودتها من تاني وفي الفترة دي بتتطور العلاقة ما بين ليه وهايلي وكل ما بيشوفها قعدة زعلانة بياخدها لقود الموسيقى عشان تعزف واتخرج أي طاقة سلبية عندها وفي اليوم ده بتوصل الشرطة للمكان وبتكون جاكي مرعوبة لحسن يرجعوا يسجنها من تاني وعشان كده بتفضل تتسحب عشان محدش فيهم يشوفها وبعدها بيتجمع طلاب فريق إيجلز وبيقولوا لأليكس إنهم عايزين يقتحموا مقرار ريفينز عشان ينتقموا منهم وبيقول دانيا لنهم مش هيقدروا يعملوا كده إلا لو وصلوا الواحد من أجهزة لوي اللي معاهم وبيطلبوا من أليكس إنه يضحك على أخته هايلي ويدي لها جهاز بويز وياخد جهازها من غير ما تحس وبعد تردد كتير بيوفق أليكس إنه يعمل كده عشان يكسب ثقاتهم ويحبوه ووقت الغداء بيروح أليكس يتكلم مع هايلي أخته وبيضحك عليها وبيقوله إنه ندمن على تصرفاته معيها فبتسامحوا هايلي وبتحضنه لكنه بيكون قصد يعمل كده عشان يسرق الجهاز وبالليل بيرجع لفريقه بالجهاز فبيحضنه دانيا للي بيقول إن أليكس بتصرفه ده بقى واحد منهم وأثبت إنه بيخاف فعلا على مصلحيتهم وفي الوقت ده بيكون إيريك وصديقه بيري بيفتشوا المدرسة عشان يدوروا على الساق وبيكون لويس خاف لحسن وجودهم يأثر على صمعة المدرسة عشان كده بيرفض يخليهم يحققوا مع الطلبة إلا لو لقوا دليل على وجود الصعق داخل المدرسة فبيفضل إيريك يفتش المكان لحد ما بيلايه قطع في السياج اللي عنده صوره المدرسة ودل إن ده المكان الوحيد اللي مفوش كاميرات فبيخمن إن اللي عمل كده عارف كويس أوه وبيعملين وبيستخدم ده كدليل على وجود الصعق داخل المدرسة عشان يجبر لويس يسمح له يحقق مع الطلبة وفي الوقت ده بيقتحم طلاب الإيجلز مقرر ريفنز وعشان ينتقموا منهم بيستخدموا ألوان دهانات مختلفة وبيبوزلهم الحيطان فبيصحى الطلبة منهم مفزوعين من المنظر وبيستنتجوا إنه طلاب الإيجلز هم اللي عملوا كده وأثناء ما هم بيتناقشوا في اللي حصل بيوصل إيريك ولويس اللي عندهم بعد ما قرر إيريك إنه يحقق مع جاكي وده لأن القضية اللي عليها بتخليها محل شاكي قدام الشرطة لكن مش بيلقوها موجودة في القوضة وبيسلم إيريك على هايلي وبيقوله قدام الطلبة إنهم جايين يدواروا على صعق كهرابي موجود داخل المدرسة وبيطلب منهم أول ما يلوه جاكي يبعتوها لمكتب المدير وبعدها بيتجمع طلبة ريفنز عشان يتناقشوا في اللي حصل مع جاكي وبيقول ماكسن وشف دفترها رسومات الأسلحة لكن هايلي بتدفع عنها وبتكون شايفة ندامش دليل النهاية اللي معها السياق وأثناء ما هم بيتكلموا بتوصل جاكي اللي بتكون خرجت الصبح بدري عشان تمارس رياضتها المفضلة اللي هي ركوب الأمواج وبعدها بتبدأ الشرطة تحقيق مع جاكي وبياردوا عليها كل الجرائم اللي عملتها قبل كده زي إهانة زابط شرطة واقتحم البنك وهكذا وبيقول كمان إنهم حللوا البصمات اللي عند فتحة السياق وطلعت فعلا بصماتها فبتدفع جاكي عن نفسها وبتقول إنها بتعدي من هناك فعلا كل ما تخرج وده لإنه طريق مختصر مش أكتر فبيقترح إريك إنها تخضع لجهاز كشف الكتب إما يتقبض عليها فورا ولإن جاكي بتكون متأكدا ومش هيصدقها مهما حصل فبتقرر إنها تتسجن على طول بدون اختبار الكتب لكن بمجرد ما بتعرف حيلي بالله حصل بتقرر إنها تتدخل وبتتهم إريك إنه مستهتر وعايز يظلم جاكي وخلاص وده لإنه محققش مع باقي الطلبة مع إنه هارد يكون السعق مع حد فيهم وتقترح إنها تخضع لجهاز كشف الكتب عشان تشجع جاكي إنها توافق تخضع للاختبار ونتيجة للي حصل بيدخل أكتر من طالب وبيتطوعهم كمان عشان يخضعوا للاختبار ولإن إريك بيكون خاف على صمعته بيوافق وبيبدأ التحقيق مع هايلي ولكن لأن كل إجابتها بتكون صحيحة فمش بتاخد أي وقت وبتخرج على طول وبيتم التحقيق مع باقي طلبة المتطوعين لحد ما بيجي الدور على جاكي اللي بتنكر إنها تعرف أي حاجة عن السعق وفعلا جهاز كشف الكتب بيثبت صحة كلامها وبكده تكون جاكي هي كمان بريئة وفي الوقت ده بيخرج دانيال عشان يمارس رياضة الجاري فبتستغلب روك الفرصة وبتفتح الدولاب بتاعه بعد ما لحظت إنه مخب حاجة وبتشوف المسكن اللي جواه وبتستغرب هو بياخد المسكن ده لإيه بالظبط فبتجري عشان ترقب دانيال وتفهم اللي بيحصل وبتلمح دانيال هو قف عشاط وبيخرج السعق الكهرابي من جيبه وبعدها بيرميه في البحر ويجري فبتصدم بروك إن السعق كان معاه ومش بتعرف المفضو تصرف إزاي وفي الوقت ده بتلاحظ هايلي إن جهاز لوي اللي معاه مش شغال وبتطلب من ليوي ساعدها ويعرف السبب فبيخمن إن ده جهاز مزور وعن طريق الجهاز الشخص اللي معاه بيعرف إن طلاب الإيجلز لما اقتحموا المقار بتاعهم استخدموا الجهاز الخاص بهايلي فبتستنتج هايلي إن أليكس هو لسرقوا منها وبتروح تتخانق معاه لكن أليكس بيرفض يعترف بغلطه وبيسيبها وبيمشي عشان كده بتدق هايلي من اللي حصل وبتقرر إنها تسيب المدرسة وترجع بيتها وفي نص الليل بتتسحب من قدتها وبتروح ناحية مقار إيجلز وبتكون عايزة تسيب جواب تحت الباب لأليكس أخوها وبالصدفة بيكون لويس معادي من هناك وبيشوفها وبيقول إن طبيعي ما تكونش مرتاحة أول فترة وإن ده بيحصل مع كل الطلبة لكن هايلي بتفضل مصر على موقفها وبتسيب له الجواب عشان يديل أليكس وبتمشي وتاني يوم بيحضر دانيا للأكل لحبيبته بروك وبيعزمها على الغداء وبتستغل بروك الفرصة وبتسأله كان بيعمله عند الشاطئ فبيتوتر وبيقول إنه كان بيحاول يفضي دماغه مش أكتر وبيرفضي صراحة بالحقيقة وبتوصل هايلي على بيت كارتر والدها واللي بيكون قاعد يدور على الأشخاص اللي راين اتعرفت عليهم آخر فترة في حياتها قبل ما تموت فبتدقى هايلي إنه لسه شاغل نفسه بوالدتهم ومش مهتم بيهم لدرجة إنه حتى ما كانش بيرد على رسائلها لما كانت في المدرسة وفي الوقت ده بيلاحظ ليه غيابها وبيدى إنها مشت من رمة قول أما فريق إيجلز فبيستعدوا عشان عندهم مباراة مع فريق من مدرسة تانية اسمه ويتني وبيتفاجئوا إن التشيرتات بتاعتهم بايزة ومسبوغة بألوان غريبة فبيستنتجوا إن ريفنز هما اللي عملوا كده عشان تقموا منهم وبعدها بيتجمع الطلاب فريق ريفنز مع المدرسة بتاعتهم واللي بتدي لهم درسة عن القيادة وبتسأل كل طالب فيهم عن مثال شخصية قيادية مشهورة فبيجاوب الطلبة بأمثلة كتير لكن المدرسة بتقرر تستعين بشخصية كرتونية عشان تشرح عليها الدرس وبتدي لهم واجب إن كل طالب يجيب صفة كانت بتميز الشخصية دي وهي اللي خلته شخص قيادي وبيلاحظ ماكس إن جاكي ما تعرفش فيلم الكرتون ده عشان كده بيستغلوا غرفة الحواسيب بتاعتهم وبيشغل لها الفيلم عشان تحضروا فبتفرح جاكي باهتمامه وبتشكره وتاني يوم بتتدائق هايلي من تصرفات والدها وبتتخانق معاه بسبب الفوضى اللي هو عايش فيها وإنه مش مركز في أي حاجة في حياته لدرجة إنه حتى ما سألهاش هي رجعت ليه سابت المدرسة وبتجرى هايلي على قضيتها وهي متضايقة وبعدها بشوية بيروح والدها عشان يصالحها وبيعيدها إنه هيحاول يركز في حياته أكتر وقبل ما يمشي بيقول إن فيه واحد زميلها جاي يزورها وبتتفاجئ هايلي إن الشخص ده هو وليه اللي بيكون قلق عليها بعد ما ثابت المدرسة فجأة ومشيت وبيكون جاي مخصوصي إقناعها ترجع معاه عشان تبقى في قسطيهم وكمان تاخد بالها من أليكس زي ما كانت عايزة وفي الوقت ده بتعرف بروك من والدها إن الشرطة لقت الصعق مرمي عند الشاطق بعد ما كان في المياه والموج دفعوا للشاطق فبتفهم بروك إنه هو ده الصعق اللي كان مع دانيال لكنها مش بتحكي حاجة لولدها وبيجي وقت مباراة إيجلز مع فريق ويتني وبتكون جودي فرحانة جدا بمستوى ابنها الرياضي وإنه كمان رئيس الفريق وبتبقى فرحانة كمان إنها أخيرا خلصت من هايلي وبتقول جيسون إنهم لازم يخلصوا من أليكس وكمان في أسرع وقت وأثناء ما هم بيتكلموا بتسمع الطلبة وهم بيتكلموا عن رجوع هايلي للمدرسة بعد ما ليه وقدر يقنعها وأثناء المباراة بيلاحظ المدرب إن دانيال تعبين فبيقرر يخرجوا من الماتش عشان يرتاح وينزل أليكس مكانه لكن أليكس بيرفض النزول وده لإنه عايز يكسب دانيال لصفه ويبقى صحاب ونتيجة اللي حصل بيضطر المدرب إنه يخلي دانيال يكمل لعب وبعد وقت قليل بيفوس فريق إيجلز بسبب الأهداف اللي جابها دانيال لكن بمجرد ما بيخلص الماتش بيقع دانيال على الأرض وبيفقد الوعي فابتاخدوا والدته معها لويس وبروك وبيجروا على المستشفى وهناك بيقول الطبيب إن دانيال مصاب في رجله بصعق كهرابي وبسبب إن الجرح بقى له كذا يومه متعلكش فده حصل له تلوث في الجرح وهو ده اللي تعبه وبيقول كمان إنه لازم يبلغ الشرطة بالإصابة دي فبتسيبهم جودي وبتجري تطمن على ابنها أما بروك فبتخاف لحسن دانيال يتحبس بسبب إنه كان مخب الصعق الكهرابي عشان كده بتقرر تحكي لويس والدها كل اللي شافته وبيتخانق لويس معها إنها خبت عليه وبيكون شاف إن ده ممكن يعرض دانيال للخطر ويخليف نظر الشرطة هو المسؤول عن اختفاء الحارس وبتحس جودي بالخطر على ابنها اللي ورد نفسه فيه فبتطلب من الدكتور يديلها العينة اللي خرجها من الجرح ويقفل الموضوع على كده وعشان تخليه وافق بتقول إنها مولت الملعب الرياضي في مدرسة جرينهاوس وبتعرض علي إنها تموله المستشفى بتاعته يا كمان لكن الدكتور بيرفض وبيقول إن العينة دلوقتي في طريقها للمعمل عشان تتحلل ويعرفوا إذا كانت خارجة من السعق الخاص بالحارس المفقود ولا لا فبتخاف جودي على ابنها وبتقرر إنها تتصرف في الوقت ده بيكون ماكس بيدور على حد يلعب مع شطرانج فبيعرض على كذا حد من زميله لكن كلهم بيرفضوا وبيكون شطر جدا في الشطرانج لدرجة إنه عمره ما حد قدر يكسبه وبالرغم من ده إلا إن بنت اسمها إما بتتحديه وبتوافق إنها تلعب معاه والمفاجأة إنها بتقدر تهزمه كمان في وقت قليل فبيعجب ماكس بزكاءها وبتجبر في نظره أكتر وفي الوقت ده بيكون دانيا الفق من الإغماء وبيحكي لويس وجودي وبروك عن اللي حصل وبيقول إنه من حوالي أسبوعين لأ الساقق مرمي على الشاطر وأثناء ما هو بيحاول يفهم إيه ده عور نفسه بالغلط في رجله وبعدها شاف ناس جاية ناحيته وخاف لحسن حد يتهمه بسرقته عشان كده خباف جيبه وقرر يحتفظ به لحد ما يقدر إنه يتخلص منه لكن بعد ما عارف إن الشرطة بتدور عليه خاف لحسن يتهمه بحاجة ورح رماه في البحر وفي مكتب الشرطة بيقول إيريك للرئيس بتاعه إن الزابة بيري كان في طريقه للمختبر عشان يحلل العينة الخاصة بدانيا لكن حصل حاجة مش متوقعة وهي إن العربية بدأت فجأة طلع دخان وبمجرد ما نزل بيري من العربية انفجرت وضعت دليل الوحيد اللي معاهم فبيتعصى برئيس عليه وبيمشي وبيسيبه أما إيريك فبيتصل بجودي وبيطمنها إن كل حاجة مشت حسب اتفاقهم وبنفهم إن جودي قدت لإيريك وبيري راشه عشان يعمله كده وعشان كل حاجة تبان طبيعية وبعدها بشوية بيوصل لويس الأخبار لدانيال وجودي وبتمثل جودي إنها متفاجأة باللي حصل أما دانيال فبيفرح إنه يرجع يشحياته بشكل طبيعي لكن لويس بيصدمه وبيقول إن تصرفه في موقف الساق ما كانش حكيم وعشان كده قرر يعزله من منصب قائد الفريق بتاع إيجلز ويرجعه طالب عادي وبعدها بكم يوم بيرجع دانيال للمدرسة وبيطمن صحابه إنه والدته هتتكلم مع لويس وتقنعه يرجعه وقائد من تاني لكن أثناء ما هم بيتكلمه بيتفاجأ بلويس داخل عليهم وبيقول إن دانيال ما بقاش قائد ليهم وإنهم لازم ينتخبوا حد منهم في أسرع وقت فبيدق دانيال جدا وبيفهم إن والدته فشلت في إقناع لويس وبعدها بشوية بيوصل أليكس الحل وبيقترح على دانيال إنه يقنع باركر يترشح لمنصب القائد ولإن باركر مش شخصية قيادية ولا بيعرف يعمل حاجة فهيكون وجوده مجرد منظر مش أكتر وهيكون دانيال هو القائد الحقيقي وهيقدر يتحكم في باركر من بعيد فبيعجب دانيال بالفكرة وبيوافق عليها وبالرغم من رفض باركر للفكرة وخوفه من المسئولية لكنه بيوافق عشان يساعد دانيال في مشكلته مش أكتر وفي الوقت ده بتكون بروك شاك أن اللي حصل لعربية الشرطة كان شيء متخطط له من جودي وده لإنها سمعتها ويبتطلب من الدكتور يديلها العينة فبتروح ببروك لعمل الصيانة اللي معهم في المدرسة اللي بيكون اسمه ماركوس لإنها عارفة كويس وبتصق فيه وبتسأله لو كان فيه طريقة ممكن حد يفجر بها عربية وكمان يخفي كل الأدلة اللي وراه لكن ماركوس بيكون مجهول في كذا حاجة وبيسيبها وبيمشي بدون ما يرد عليها وفي نفس الوقت بيكون ليه وبدأ يتجعل هايلي بعدما علاقتهم اتطورت وحست إنها بتحبه فبتواجه هايلي وبتسأله بمنطها الصراحة هو ليه بيحاول يتجنبها وبتفهم إنه مش عايز يرتبط بيها وإنه عايزهم يفضلوا صحابه بس وبالرغم إنها بدأ من كلامه لكن مش بتقول وبتمثل إن الموضوع مش فارق معيها وبعدها بيعلن دانيال إن باركر وقرر يكون هو قائدهم وبيبدأ ياخد رأي طلاب الفريق وبيبقوا كلهم وفقين معادة صوفي اللي بتكون شايفة إن لازم حد غيره يترشح عشان محدش يبقى مضطر يختار باركر لإن ما فيش بديل ليه عشان كده بتقرر صوفي إنها تترشح وبيقرروا يعملوا الانتخابات ما بينهم وما الاتنين تاني يوم وبعدها بشوية بيروح العامل ماركوس لمكان قريب من المدرسة وتحديداً المكان اللي اكتشفت رايان فيه وجود نايزك وعشان كده اتعمل في المكان ده نصب تسكري باسمها وهناك بيكون في مخبأ سري واللي بمجرد ما بيدخلوا ماركوس بيلاقي جودي قاعدة مستنيه فبيطمنها ماركوس إنه مسح كل التسجيلات من كاميرات المراقبة اللي ظهرت فيها عربيات الشرطة قبل ما تتحرق وبيكونوا عاملين كل ده عشان محدش يدور على التسجيلات دي ويحاول يعرف سبب الانفجار وتاني يوم بيعرف ماركوس من لويس إن وكالة ناسا بعتت لهم ثلاث دعوات إن ناسا عامل الأمر ده ما خصوص عشان تكمل مهمة راين السرية وهي إنهم يرقبوا الحول المغناطسية عشان يعرفوا بأي زلزال من قبل ما يحصل ويحذروا الناس منه وبيقول كمان إن الأمر ده هيكون فوق إحداثياتهم وهيقدر يكشف أي حاجة هم بيعملوها وبيقترح ماركوس إنهم يأجلوا العملية بتاعتهم عشان محدش يكشفهم لكن جودي بترفض إنها تأجل أي حاجة وبتطلب منه يدور على أي حل تاني حتى لو اضطروا إنه يخترق الشفارات الأمنية ويوصل للجهاز الخاص بناسا عشان يبوز الأمر الصناعي ده من بعيد وبعدها بتروح جودي تقبل جيسون وبتطلب منه يتكلم مع لويس والده ويقنع بأي طريقة إنه هو اللي يروح حفلة إطلاق الأمر الصناعي بداله وبيكون جيسون متأكد إن والده مش يوافق ومع ذلك بيوعدها إنه هيحاول وفي الفترة دي بيستعد باركر وصوفي للانتخابات وبتستخدم صوفي قوتها في إنها أول بنت تترشح لمنصب قائد الإيجلز وبتحاول إنها تأثر على صحابها وبتوعدهم إنها تعمل كل اللي في مصلحتهم لو انتخبوها أما باركر فبيكون متوتر جدا ومش بيعرف يكسب الناس لصفه وعشان كده بيلجأ لآخر حل معاه وبيقول قدام الطلبة إن صوفي لما قدمت على المدرسة كتبت في طلب التقديم إنها عايزة تنضم لريفنز فبيتصدم الطلبة وبيدايقوا منها لكن صوفي بتقدر تقلب الموقف لصفها وبتقول إنها في الأول كانت فاكرة إن الإيجلز مش بيفهموا في حاجة غير الرياضة وعشان كده ما كانتش حباهم لكنها دلوقتي عرفت إنهم أسكية وبيعرفوا يعملوا أي حاجة فبيعجب الطلبة بقراءها وبيسقفوا وفي الوقت ده بيروح جيسون يتكلم مع والده وبيحاول يستغل الفرصة لصالحه ويستعطف والده وبيطلب منه يعتمد عليه أكتر ويسيبه ويروح الحفلة دي بصفة وعميد المدرسة لكن لويس بيكون شايف إن ابنه لسه صغير وإنه مش قد المسئولية وعشان كده بيرفض وبتتصلح هايلي واخوه أليكس وبيعتذر كل حد فيهم للتاني عن العمل وبيروحوا يعودوا عند المكان التسكاري الخاص براين والدتهم واللي بيكون هو نفس المقارة اللي بتتجمع فيه جودي مع رجالتها لكن هم مش بيشوفوا هناك وبيحكي أليكس عن اللي بيحصل في الانتخابات وبيقول إنه ندمان على فكرة ترشيح باركر وده لإنه مش قد المسئولية وهيتعبهم فبتنصحوا هايلي إنه يعمل الحاجة اللي شايفها صح مهما إن كانت العواقب وبسبب كلامها بيروح أليكس يتكلم مع دانيال وبيقول إنه عنده خطة جديدة وبيقترح على دانيال إنه يقنع باركر بالإنسحاب من الانتخابات بما إنه كده كده هيخسر بعد اللي حصل وبعدها هيعلن دانيال قدام الطلبة إن صوفي هي اللي كسبت وبكده يكون كسبها لصفه بدل ما تفضل عدوة ليهم فبيعجب دانيال بالفكرة وبيوافق وبتفرح صوفي جدا إنها أول بنتي تمسك منصب القائد وبتوعد الطلبة إنها تنفذ لهم كل طلباتهم أما جودي فبتروح تتكلم مع لويس وبتفضل تتكلم معها عن علاقتها بدانيال ابنها وبتقول إنها ندمانة إنها مدتوش مسؤوليات أكتر وهو صغير عشان يبقى شخص قيادة أكتر من كده وبتكونها عاملة كل ده عشان تقنع لويس يسمح لجيسون ابنه وبحضر المؤتمر ولكن بطريقة غير مباشرة وفعلا بتنجح خطتها وبيقتنع لويس بكلامها وبالليل بياخد جيسون التسكارتين اللي معاه وبيقول ليه وهايلي إن اختارهم هما الاتنين عشان يحضروا مع المؤتمر وبيقول كمان إن الاختيار تم بشكل دقيق جدا مش بعشوائية ولا حاجة أما جودي فبتقعد مع ماركوس وبتقمره يلاقي طريقة لتفجير الأمر الصناعي ده زي ما فجروا الأمر الخاص براين قبل كده وبعدها بتجتمع بجيسون هو كمان عشان يحضروا لخطتهم الجديدة وبيواجه ماركوس كلامه لجيسون وبيطلب منه إنه بمجرد ما بيوصل لوكالة ناسا يحاول يلاقي أي طريقة يوصلوا بها الأجهزة المركزية ومن بعدها تكون مهمة ماركوس هو أنه يختارك الأجهزة دي ويبوز الأمر الصناعي وبيجي يوم إطلاق الأمر الصناعي وبيوصل جيسون ومعاه ليه وهايلي المقر وكالة ناسا وهناك بيسيبهم جيسون عشان يروح الحمام لكن الحقيقة إنه بيتسحب ناحية المكان المخصص للعملين فقط وهناك بيحاول جيسون يقتحم المكان بالعافية لكن الحرس بيرفض يدخله وبيمشيه من المكان وفي الوقت ده بيكون ماكس قاعد جنب إيمة في المقر بتاعهم وبتحاول جاكت ساعده يقرب منها وبتفضل تشجعه إنه يعرض عليها خروج فبيتشجع ماكسي وبيسمع كلامها وبيتفاجئ إن إيمة وفقت بمنتهى السهولة وبيتفق إنهم يتقابلوا في معد إطلاق الأمر الصناعي ويتفرجوا عليه سوا وبعدها بكم ساعة بيتم إطلاق الأمر الصناعي وبيتفرج أليكس وهايلي على المنظر وهم متأثرين وزعلنين على والدتهم وبتوصل إيمة لمعادها مع ماكس متأخرة ويبتعتذر وبتقول إنها تعطلت غصبا عنها أما ليه وفبيواسي هايلي على رحيل والدتها وبيستغل الفرصة وبيعتذر عن كل اللي عمله وبيتفق إنهم يرتبطوا من تاني وبتروح بروك تقعد جنب أليكس عشان توسيه بعد ما شافته قاعد متأثر وبيشوفها دانيا لو هيبتمسك إيده فبيحس بالغيرة وبالليل بتعلن وكالة ناسا إنها فقدت أوصل مع الأمر الصناعي وبيقول مدير المحطة إنه هيحقف اللي حصل بنفسه لحد ما يعرف السبب وبالليل بيروح جيسون يقابل جودي وماركوس وبنكتشف إنه جند إيمة لصالح وإدها الفلاشة عشان يستغلوا قدراتها في الأجهزة التكنولوجية وبمجرد ما وصل عند المنطقة المحظورة جواه وكالة ناسا قدرت إيمة إنها تخترق الأجهزة بتاعتهم من مكانها وتاخد كل الملفات اللي عليها وبعدها رجعت لجيسون الفلاشة بالملفات اللي عليها فبياخد ماركوس الفلاشة عشان يبدأ مهمته هو في تفجير الأمر الصناعي وبالليل بيتفاجئ جيسون إن إيمة جاية تزوره في البيت وبتكون جاية تفهم إنه هو عمل إيه بالضبط بالملفات ودل إنها شافت الأخبار وعرفت إن ناسا فقدت تواصل مع الأمر الصناعي وبتكون إيمة متضايقة من نفسها عشان كانت فاكرة إنها بتعمل حاجة لخدمة الناس مش أكتر فبيزعق فيها جيسون وبيهددها إنها لو قالت حاجة يرفضها من المدرسة وفي يوم بيلاحظ طالبات فريق إيجلز إن فيه يحويحش خارجها من الحمام الخاص بالطلبة فبتستخدم صوفي سلطتها كقائدة وبتمنعهم إنهم يروحوا التمرين بدون ما يوضبوا مكانهم وأثناء ما هما بيوضبوا بتسمع صوفي صوت غريب وبعد بحث كتير بتكتشف إنهم مخبين أرنب صغير عندهم وبيقول باركر إنهم لقوه وتايه وقراروا يحتفظوا به فبتتخاني معا صوفي لإن ممنوع وجود الحيوانات جوا المقر وأثناء ما هما بيتكلموا بيدخل عليهم المدرس باللي بيكون جاي يعرف سبب تأخرهم عن التمرين فبتخبي صوفي الأرنب وبتقوله إنها أجبرتهم ينظفوا قدتهم وبمجرد ما بيمشي بيشكرها باركر إنها ما قالتش حاجة وبتكبر في نظرهم وبعدها بشوية بتلاحظ صوفي إنهم متعلقين بالأرنب فبتقرر إنها تستخدم زكائها وبتقترح إنهم يخلوا الأرنب رمز فريقهم الجديد وبكده هيقدروا يحتفظوا به في المقر بدون محد يمنعهم فبيعجب الطلبة بالفكرة وبيشكروها وبتاخد صوفي رأيه لويس اللي بيوافق بدون أي تردد وفي الوقت ده بتشوف بروك عن طريق الشباك ماركوس واخارج من المدرسة وبيتسحب ناحية الشاطئ فبتجري عشان تشوفوا رايح فين لكن ماركوس بيكون أسرع منها وبيدخل المقر السري بتاعهم بسرعة وبتستعرب بروك لما بتلاقيه اختفى من عند الصخرة وبتفضل تنادي عليه بصوت عالي لكنه مش بيرد أما جوديفا بتترايب لما بتعرف إن بروك كشفتهم وبتلوم ماركوس إن كل ده بسبب إلي التركيزه ودل إنها نبهت على أكتر من مرة ويتأكد إن ما فيش حد شايفه وهو جاي هنا وبعد شوية بتزهق بروك لما محدش بيرد عليها وبترجع للمدرسة وبالليل بتحاول إيمال إنها تتصل بمدير وكالة ناسا عشان تبلغوا بالمعلومات اللي معيها لكن بتتفاجئ إن جسم رائبها وبيفكرها بتهديدوا ليها وإنه هيرفدها من المدرسة لو قالت حاجة فبتفتكر إيمال معاناة لعشاء أهلها عشان يقدروا يدخلوها المدرسة دي فمش بتقدر تتكلم وفي الوقت ده بيلحظ دانيال تصرفات بروك الغريبة فبتقرر تصرحه بشكوكها وبتقول إنها شكة في جودي والدتها إن هي السبب في حادثة الشرطة وبتحكي له كمان عن ماركوس عمل السيانة وتصرفاته الغريبة لكن دانيال بيرفض يصدق حاجة على والدته وبيسيبها ويمشي وفي الوقت ده بيكون أليكس سمعهم وبيقرر إنه يتعاون مع بروك عشان يعرفوا الحقيقة وبمجرد ما بيوصلوا عند الصخرة بيتفاجئوا براجل واقف هناك وبتعرف بروك من شكله إن ده العامل المفقود من فترة لكنه بيكون مش واعل تصرفاته بيحاول إنه يضربها فبيدخل أليكس وعشان يدفع عنها بيضطر إنه يضرب الراجل وفي الوقت ده بتكون جودي قاعدة جوا في المقار بتاعه مع ماركوس واللي بيقول إن ده اللي عمل تركيبة كيميائية عشان ينسى آخر كم يوم في حياته اللي لقى فيهم المقار السري بتاعهم وبكده حتى لو الشرطة لقيته بيش هيكون فاكر أي حاجة عشان يحكيها وفعلا بيقدر أليكس يسيطر على الراجل وبيبلغوا الشرطة باللي حصل فبيوصل إيريك لعندهم عشان ياخد الراجل وبيقول إن تقرير المستشفى طلع وإنه تعرض للسكت دماغية سببت له فقدان ذاكرة وعشان كده ما قدرش يرجع لبيته وبيتخانق لويس مع بنته وبيزعلها عشان عرضت حياتها للخطر وما فكرتش حتى إنها تبلغوا باللي بيحصل وتاني يوم بييجي معاد مهرجان الحصاد واللي بيكون عبارة عن تحدي كبير ما بين الفريقين وبيعلن لويس تفاصيل التحدي وهو إنه مطلوب من كل فريق يبيع للناس أكبر عدد من الحلويات وفي مقابل كل قطعة تتباع في شخص هيتبرع قصادها بألف دولار وفي النهاية الفلوس دي هتتحول لمنح للطلبة الفقيرة وبيقول لويس إن الفريق اللي هيجمع فلوس أكتر هيفوز بجائزة قيمة أما الفريق الخسران فهيكون مسؤول عن تنظيف المكان بعد الحفلة فبيتحمس الفريقين للمسابقة وبيبدأوا في التخطيط وبتقترح هاي لإنهم ما يحطوش سعر القطعة الحلويات وإنهم يقولوا للناس إن فلوسها هتروح لحاجات خيرية وبكده الناس هتتعاطف معهم ويدفع أكتر من تمانع الحقيقي أما صوفي فبتقترح إنهم يقنعوا الناس إن ديها حلويات صحية ولإن الأكل الصحي دايما أسعاره غالي فهيقدروا يحطوا سعر غالي للقطعة بدون ما الناس تتدايق وبييجي وقت النتيجة وبيعلن لويس فوس فريق إيجلز ولكن بفرق بسيط جدا وبعدها بيعلن عن التحدي التاني واللي بيكونوا عبارة عن إن كل فريق بيختار لنفسه زي مميز ويمثلوا كأنهم في عرض أزياء وبيقولوا إنهم لو عملوا التحدي ده فعلا الشخص المجهول هيتبرع بدأ في عدد المنح اللي هما جمعوا تمانع وفعلا بينجح الطلبة في التحدي وبيعملوا كل المطلوب منهم على أكمل وجه وفي الوقت ده بيتفاجئ إيريك إن كارتر رجع للشغل من تاني وبيقولوا إنه سمع بنصحة بنته وقرر يرجع لحياته القديمة وبيلاحظ إيريك إن كارتر محتفظ بجواب معاه وبيقول كارتر إن رايان سابت له الجواب ده قبل ما تروح للأمر الصناعي وطلبت منه يفتحه لو هي ما رجعتش ولكن كارتر من وقتها محتفظ بيه ولكن خاف يفتحه فبيستنى إيريك لما كارتر يخلص شغله وبيقرر إنه يقرى الجواب بنفسه وبتقول رايان في الجواب لزوجها كارتر إنها خبت عليه سر كبير والسر ده هو أن المهمة الفضائية دي مجرد كتبة عشان يداروا عن البحث اللي بيعملوهم وبتقول رايان إنها قدرت توصل لطريقة يقدروا من خلالها يقدروا يعرفوا أماكن حدوث الزلازل قبل معادها وبكده هيقدروا يحموا عدد كبير من الناس لكن المشكلة إن ده في نفس الوقت يقدر يخليهم يتسببوا في حدوث الزلازل وعشان كده البحث لسه في مرحلة السرية التمة وبتقول رايان إنها شكة في جودي صداقتها لكن مش معها دليل على حاجة عشان كده مش قدرت بلغ عنها وبمجرد ما بيقرأ إيريك الكلام ده بيحرق الجواب قبل ما حد تاني يشوفه وبعد فترة بيجي يوم الهالوين وأثناء تجهز الفرقين للاحتفال بيكون ماكس قاعد متدايق وده لإنه عرض على إيما تروح معاه الحفلة لكنها ماهتمتش فبيستغل الفرصة وبيعرض على جاكي إنها تروح معاه وبعد سن كتير بتوافق جاكي إنها تروح معاه وفي الوقت ده بتتصل هايلي بولدها وبتطلب منه يجيب لها فستين واحد ليها وواحد لجاكي عشان الحفلة وفي الوقت ده بيلاحظ دانيال لتاني مرة إن بروك وقفة تضحك مع أليكس فبيحس بالغيرة وبيروح يقف معاهم وبتلاحظ صوفي اللي بيحصل وبتارد على أليكس إنه يكون شركها في الحفلة عشان يتجنب المشاكل مع دانيال أما بيركر فبيقرر أنه يطلب من صوفي تكون شركته في الحفلة وبالرغم من خوفه اللي حسن ترفض لكن بيروح يقول لها فبتعتذر له صوفي وبتقول إن أليكس طلب منها الأول وإنها مش هتقدر تكسفه وبسبب كل اللي حصل بيشك دانيال وبركر إن أليكس بيتحديهم وإنه قصد يوقعهم في بعض وياخد منهم صوفي وبروك وبليل بيجي وقت الحفلة وبيفضل ماكس يرقص مع جاكي هو مبسوط لحد ما بتوصل إيمة للحفلة فبيروح ماكس عشان يرقص معها وبيسيب جاكي وقفة لوحدها وفي الوقت ده بيعرف جيسون عن طريق مرقبته لتليفون إيمة إنها اتصلت بتوماس مدير وكالة ناسا وطلبت منه الكلمة في أسرع وقت عشان تقوله على المعلومات اللي تعرفها وبيفاجئ ليو كل اللي في الحفلة بإنه قال في أغنية جديدة مخصوصة عشان هايلي فبتفرح هايلي جدا وبيرقص كل الطلب عليها وبمجرد ما بيخلص ليو الأغنية بيتفاجئ بقاس من حبيبته القديمة دخل عليه في الحفلة وبتبوسوا قدام كل الطلبة وبعدها بتعرف نفسها قدام الوقفين وبتقول إنها جرت ليو من وقت ما كانوا أطفال وإنهم من زمن بيحبوا بعض فبتدق هايلي من اللي حصل وبتخرج لوحدها عشان تعايت وبيروح أليكس عشان يواسوا أخته وأثناء ما هم قاعدين يتكلموا بيلمحوا جودي وهي راحة عند الصخرة اللي عند النص بتسكري بتاع والدتهم لكن أليكس بيبقى مركز مع أخته ومش بيهتم يعرف جودي بتعمل إيه وبعدها بشوية بيرجعوا الحفلة من تاني وبعد كام ساعة بتعلن صوفي إن ماكس وإيمة فازوا بجيزة أحسن رأسها وأثناء ما هم بيستلموا النتائج بتتفاجئ إيمة بجيسون جايل عندها وبيقول إنه مستنيها في مكتبه عشان يعايز تتكلم معيها وبيسمع جيسون مكلمتها مع توماس عشان يوريها أنه كشفها وبيقول إنه كلم توماس وأقنعه إنها كانت متصلة توسيه مش أكتر وبعدها بيواجه كلامه الإيمة وبيقول إنها لو تحدته مرة تانية وقررت تتصل بالشرطة وقتها ينكر كل كلامها والشرطة أكيد هتصدق العميد ومش هتصدق البنت المراهقة وبعدها بيكبر إيمة إنها تسيب المدرسة عشان يرتاح من مشاكلها وبيقرر إنهم يجذبوا على كل اللي في المدرسة ويقولوا إن والدتها تابت فجأة عشان كده إيمة طارد ترجع بيتها وبالرغم من رفض إيمة للي بيحصل لكنها مش بتقدر تعتارد فبتلم شانتتها وبتمشي بدون ما تقول لحد وفي الحفلة بتفضل بروك تتحايل على دانيا اللي يرقص معها ولكنه بيرفض فبتروح ترقص مع أليكس وبتسيبه لكن دانيا اللي بيداق من تصرفاتها فبيتخانق معها قدام كل الناس وبينفصلوا وبسبب اللي حصل بتحصل خناها بين الفريقين وبيرملوا الأكل على بعضه وببوز الحفلة وتاني يوم بيعرفت طلبة إن إيمة مشت ورجعت بيتها فبيداق ماكس إنها ما قلتلوش وبيرجع لوحدته من تاني وأثناء ما هما بينظفوا مكان الحفلة بتقرر أسبن إنها تستغل الفرصة وبتقول ليو إنها تنضم للمدرسة وتاخد مكان إيمة اللي مشت فجأة وبكده هيرجعوا قريبين من زي الزمان وهتقدر تشوفوا طول الوقت وبالرغم من إن ليو بيحب هايلي دلوقتي وأي زهية لكنه مش بيقدر يصرح أسبن وبيحاول يمثل إنه مبسوط في الوقت ده بيكون أليكس واقف مع بروك عشان يوسيها بعد اللي حصل بينها وبن دانيال وبيحكي لها إنه شاف جودي مبارح فبتستغرب بروك لإن ده نفس المكان اللي شافت ماركوس رايحه وكمان ده نفس المكان اللي لقوا عنده العمل المفقود وبتتأكد إن جودي مخبيه حاجة كبيرة لكن مش بتعرف إيه هي وبتكون بروك عايزة تبلغ والدها لكن بسبب ثقةه الكبيرة في جودي بتكون عارفة إنه مش عيصدقها أما أليكس فبيرفض إنه يبلغ والده ده لإنه لسه رجع شغله قريب وبيكون مش عايزة أي حاجة تحصل لتبوص حياته من تاني فبيقرر أليكس إنه يتصل بإيريك صديق والده عشان يحكي له اللي حصل وبيسألهم إيريك لو في حد غيرهم عارف اللي حصل لكن بروك بتطمنه إنه هما بس اللي شافوا الحاجات دي وبيقول إيريك إنه يحتاج بروك معه في الاسم عشان ياخد أقوالها فبتوافق بدون أي تردد وفي الوقت ده بتوصل لماركوس رسالة من جودي بتبلغوا فيها إنه يجهز نفسه عشان بروك أقرفت حاجات كتير وقرروا يعقبوها بطريقتهم ويجيبوها للمقر السري بتاعهم فبيروح ماركوس يجهز المكان وبنكتشف إنه رين لسه عايشة ونهم يخبينا في قضع جوه المقر السري عشان محدش يعرف وبيخلص الجزء الأول من المسلسل الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام